للأسف في وقعة مؤلمة حصلت في منطقة حداية الأهرام وكشفت طبعا تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة وده بعد لما عثروا على ثلاث جثث من أسرة واحدة وكانوا مقتولين داخل عقار تبين من التحريات أن الأب هو اللي قتل مراته وبنته وبعد ما قتلهم انتحر التحريات الأولية كمان كشفت أن الأب كان علي ديون مالية حوالي 20 مليون جنيه إلا أنه فشل أنه هو يتصرف في المبلغ ولما خاف على أسرته خنأ مراته وبعد ما تأكد من وفاتها رمى طفلته الرضيعة الصغيرة واللي عمرها 8 شهور من منور الشقة في الدور الخامس وبعد كده رمى نفسه من الشقة بنفس الطريقة وانتحر الناجي الوحيد في الأسرة دي أو من المسبحة دي هو ابنه آدم اللي عنده 5 سنين واللي كان في قوضة تانية بعيد عنهم سبحان الله الناس والجيران طبعا قالوا أن الأب كان بيشتغل في توظيف الأموال في مجال العقارات وأنه ترقمت عليه ديون كتير جدا وصلت إلى 20 مليون جنيه وما قدرش يسدد الفلوس أو يلمها لصحابها مرة تانية فانتحر بعدما قتل أمه عفواً زوجته وبنته فانتحر بعدما قدرش يسدد الفجر حسن إن كان ساعة آتها الفجر كان في رزع على الباب فأخوها طلعا بيبص فلاق أتنين وقفين قدام الباب فقال له أم هو في حاجة فقال له لا رحوا نزلين أنا ابن عمه أنا جيت ما حدش شف حاجة أنا لا شفت حاجة ولا شفته هو ولا شفته مرات ولا منته أنا وقف في الشارع عاوز أفهم حاجة مش فاهم حاجة ما حدش من ديني معلومة أنا عاوز أعرف سبب الموضوع ده إيه بالضبط بنت عندها تسع سنين حتى خليه هو اللي جاي تسع شهور هو الراجل كتل أبوها وكتل أمها البنت التسع عندها تسع شهور دي تعرف ايه عشان تتكتل طيب الوازي تسعبوه لين عندها تنجر زنة لما كتب البنت الصغيرة طيب أنا عايزة وكتب يشتغل إيه شغال في العقارات صاحب أراد ونقام عقارات وأراد وراد المبسوط وراد المحبوب والناس كلها بتحبه